مرحبا بكم من الأستوديو التلفازي لوكالة تونس أفريقيا الأنباء بعد الأعلان عن النتائج النهائية للدور الأول لانتخابات أعضاء المجالس المحلية التي جارت يوم 24 ديسمبر 2023 تستعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم الدور الثاني يوم 4 فيفري 2024 قرابة 4 ملايين مواطن سيدلون بأصواتهم يوم 4 فيفري في 780 دائرة انتخابية حول استعدادات الهيئة لهذا الموعد الانتخابي الجديد وسير الحملة الانتخابية للمترشحين والمخالفات التي ربما تم تسجيلها والنقلة النوعية التي من شأن المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يحدثها في حياة المواطنين سنتحدث اليوم في هذه الحصة الخاصة مع السيد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرحبا بك سي فاروق أهلا وسهلا سعيد بتواجدي في عقر الوكالة نصفريق الانباء شاء الله مبروك عليكم للستوديو جديد شكرا أمنيتنا لكم بالتوفيق شكرا جزيلا سؤال الأول بخصوص آخر الاستعدادات سي فاروق ما مدى جاهزية الهيئة لموعد 4 فيفري؟ كما يعرف الجميع انتخابات مجالس المحلية تجرى في دورتين كنا أنهينا الدور الأول والهيئة هو في إطار الإعداد للدور الثاني الدور الثاني طبعا سوف يجرى يوم الأحد 4 فيفري 2024 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء طبعا التونسين الكل يجب يعرفوا أنه الدور الثاني مجراش في كل ترابة الجمهورية يعني فما دوائر اللي الانتخابات استوفت فيها منذ الدور الأول وفما دوائر انتخابية اللي هي تقريبا 780 دائرة يعني تقريبا 780 عمادة مش وجرى فيها دور ثاني بين الأول والثاني الفائزين في الدور الأول بأكبر عدد من الأصوات هذه الانتخابات وضعت على ذمة الناخبين التونسيين العديد من التطبيقات الحديثة أولا للتعرف بالنسبة للناخب التونسي إن كان معني بالدور الثاني أو لا لأنه كما قلت مش تونس الكل معنين تقريبا فما أربع عملين ومئتين ألف تونسي معني بالدور الثاني أي ناخب تونسي ينجم يدخل على خدمة نجمة مية وخمسة صحيحة نجمة رقبية اقتاري في دياز يطلقى إرسالية حينية تعلموا إن كانت دائرته معنية بالدور الثاني أو لا وإن كانت معنية يتم أعلامه أيضا بمركز الاقتراع المتاعه وبالعمادة المتاعه هذه خطوة هامة بش المواطنين يعرفوا أنفسهم معنين أو لا ثم الأهم من ذلك أيضا الناخب التونسي يجب يعرف المترشحين في الدارة الانتخابية أو في العمادة وفي الدور الثاني المترشحين هما شخصين فقط فلنزد تسهيلا على الناخب التونسي بش يعرف المترشحين وبرامجهم الانتخابية اللي هي وضعت على ذمتهم موقع إلكتروني اسمه ينجم أي مواطن تونسي يدخله يختار الولايات المتاعه المعتمدية العمادة ثم تخرج البيانات المترشحين الصور المتاعهم والسيرة الذاتية المتاعهم والبرامج الانتخابية وحتى فهم ومضة فيديو تقريبا يمد ثلاث دقائق للتعريف بالمترشحين وهذا طبعا في إتار أنه نقدم المعلومة للناخب التونسي الجانب اللوجستي الثاني هو أنه طبعا مش تم تهيئة مراكز الاقتراع ومكاتب الاقتراع لهذا كانت انتدبت وكونت قرابة 15 ألف للإشراف على المكاتب والمراكز عوان مراقبة الحملة في الدوائر المعنية إن شاء الله نهار السبت اللي هو يوم السبت الانتخابي وبإسناد من الجيش الوطني والأمن الوطني مش يتم نقل المواد الانتخابية من المخازن الجهوية إلى مراكز الاقتراع مش يتم توظيبها استعدادا لفتح كل هذه المراكز ثمانية متعة صباح نهار لحد أربعة فيه إن شاء الله سيد رئيس الهيئة ما هي الأليات المعتمدة لمراقبة سير الحملة الانتخابية الحملة الانتخابية راه في كل أنواع الانتخابات تقضى لنفس الضوابط والقواعد يعني الحملات الانتخابية تتشابه سواء كانت محلية أو تشريعية أو بلدية أو غير ذلك من الانتخابات فالحملة الانتخابية هي 21 يوم في الدور الأول وبنسبة للدور الثاني الحملة الانتخابية تكون أقصر يعني تقريبا 12-13 يوم طبعا كي نقولوا حملات الانتخابية الهيئة عنا مركز لمراقبة الحملات الانتخابية يتكون من خلايا كل خلية مختصة في رقابة الحملة في فضاء من الفضاءات أولا عنا الفضاء السامعي البصري اللي يعلم الجميع أن الهيئة أصبحت مختصة بمقتدى القانون الانتخابي بمقتدى المرسوم عدد الثمانية لسنة 2023 أنها تراقب الحملة الانتخابية في الفضاء السامعي البصري كي نقولوا السامعي البصري معناها القنوات التلفزية والإذاعية وعنا خلية موجودة في مقار الهيئة ومتكونة من الناس عندها التكوين والخبرة صحفيين ورجال القانون ويشرف عليها شخص يعني عنده خبرة حتى في مجال الاتصال السامعي البصري وتقوم برصد يومي للحملة الانتخابية في الإذاعة والتلفزات حسب البرامج التفصيلية التي تمد بها الإذاعات والتلفزات الهيئة وذي قاعد صاير حاليا كما صار في الدور الأول إضافة إلى الخلية الأولى هذه وهي أهم خلية وهي خلية جديدة فما الخلية الكلاسيكية خلية مراقبة الحملات الانتخابية في الصحافة المكتوبة والإلكترونية أيضا هناك خلية لمراقبة حملات الانتخابية في الفضاء المفتوح ولنزد فما خصوصية لأن الفضاء المفتوح هو مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي المنصات الإلكترونية حسابات الفيسبوك ولأنه فيها زخام كبير في علاقة بالحملة الانتخابية وأيضا خاضع لرقابة الهيئة عن طريق خلايا تقوم برصد كل ما له علاقة بالانتخابات في هذا الفضاء هو اسمه فضاء مفتوح لأنه فضاء شاسع وكبير وللأمانة يصعب مراقبته ولكن الهيئة وضعت اللوجستيك اللازم للقيام بعملية الرقابة إضافة إلى طبعا الرقابة الميدانية لأنه زاد عن عوان محلفين لمراقبة الحملة ينتشروا في جميع العمادات والمعتمديات وللعوان هذوم يراقب الحملة الميدانية ككل الحملة الميدانية الاجتماعات متع المترشحين مع الناخبين متاعهم المواكب، الاستعراضات، الاتصال المباشر، المعلقات سواء كانت في الجدران أو حتى المعلقات الأخرى فهذوم هما تقريبا الأربع خلايا لكن زادا يزم مواطن تونس يعرف أن الخلايا هذه تعمل بشكل يومي وترفع تقارير يومية لمجلس الهيئة كل خلية ترفع تقرير فيما لاحظته من مخالفات والتجاوزات وطبعا مجلس الهيئة يقرر في تلك المخالفات والتجاوزات حسب منصة عليه القانون الانتخابي بالضبط، أنا أحب أن يتنسلك على أبرز المخالفات المسجلة خلال هذه الحملة الانتخابية وما هي الإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة بخصوص مثل هكذا مخالفات بالفعل، هو أهم عنصر في موضوع الحمليات هو المخالفات ورغم أن فماش حملة انتخابية في تونس أو حتى في الدول الكل التي تجري الانتخابات تكون خالية تماما من المخالفات والتجاوزات لكن هناك درجات في المخالفات والتجاوزات دعونا نقول أن المخالفات تتراوح بين المخالفات البسيطة إلى التجاوزات إلى الجرائم الانتخابية التي هي الأخطر لأن هناك عمل تقني وعمل قانوني العمل التقني هو خلال رصد تعاين المخالفة أو الجريمة من خلال العواني المختصين في كل الفضاءات في السماعي والبصري والمكتوب والإلكتروني والفضاء المفتوح والميداني ثم ترفع تقرير معاينة لتلك المخالفة التقرير هذا يتعدى بمرحلتين المرحلة الأولى هو الإدارة العامة للشؤون القانونية التي زادت مختصة في هذا الموضوع تلاحظ المعاينة ترى المؤيدات متاحها وتحط هي الاقتراح على المجلس الاقتراحات هو إما الحفظ إذا كان المخالفة لا ترتقي إلى مسألة تتطلب تدخل وفما أيضا إمكانية لفت نظر تنبيه على خاصة الوسيلة العالمية سواء سمعية بصرية مكتوبة أو إلكترونية وفي حالات أخرى قصوى قد تصل الأمر إلى إحالة على النيابة العمومية في الحالات شنية؟ في الحالات تكون فما جريمة انتخابية أو جريمة حق عام ذات علاقة بالانتخابات لأننا باش نكون واضحين أغلب الجرائم الانتخابية أغلبها ترتكب في الفضاء المفتوح لأن مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الموجودة في التواصل الاجتماعي والمجموعات والمنصات والمواقع هي أكثر فضاء يرتكب المخالفات الخطيرة التي تصل إلى الجرائم اللي هي شنية؟ نجم تكون مثلا قدف علني ثلب نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي أو للهيئة أو الإدارة الانتخابية نجم توصل أيضا إلى حد بث ونشر الأخبار الزائفة والمضللة اللي عندها تأثير مضلل وزائف على الناخبة التونسي هذه فيها نصص قانونية موجودة في المجلة الجزائية وموجودة في غيرها الهيئة ببعث الحال لأنها حريصة على تطبيق القانون كلما ثبت لمجلس الهيئة أن هذه المخالفة تشكل جريمة جزائية وعندها الإثبات لها لأنه زاد المسألة يجب أن يكون فيها إثبات قانوني ومجلس الهيئة لا يخفكمش وهو سبع عضاء لكن فيها أغلبية من القضاة ومن رجال القانون فلن الهيئة تحيل هذا الإخلال الجاسيم أو الجريمة الانتخابية على أنظار النيابة العمومية الاتخاذ ما تراه صالحاً وهذه قاعد ساير ولكن زادة باش منهولوش الموضوع الجزء الأصغر يحال على النيابة العمومية لكن الجزء الأكبر هي مخالفات بسيطة يتم التعامل معها فقط بمجرد تنبيه أو لف نظر ونكتفي بذلك المتابعة لشأن الانتخابي يلاحظ أن الحملة التحسيسية الخاصة بالدور الثاني لم تكن بنفس حجم تلك المسجلة في الدور الأول بماذا تفسرون هذا الإكسي فاروق؟ هو خليني يقول حملة انتخابية لمجالس محلية عنده خصوصية راه وأحنا مناش في انتخابات تشريعية أو انتخابات رئاسية هذه مجالس محلية الدوار الانتخابية انتاحها لمستوى العمادة لكن كل عمادة ديمغرافياً في تونس هي عبارة على قرية أو مدينة صغيرة عدد سكان صغير مساحة جغرافية صغيرة فالمترشح نلقاوه يتواصل مع الناخبين بطرق جديدة يعني نلقاوه التواصل المباشر هو الأكثر التواصل المباشر مع الناخبين في المقاهي في الساحات في الأسواق تواصل معهم حتى في المنازل توزيع المطويات فهذا أهم مظهر من مظاهر حملة انتخابية في رقعة جغرافية صغيرة وتستهدف عدد صغير من الناخبين ما نلقاوه مثلاً الحملات الكلاسيكية في وسائل الأعلام التي تبط على مستوى وطني تلزة الوطنية أو لذاعة الوطنية ما نلقاوه حملات انتخابية أو اجتماعات كبيرة مع ناخبين في فضائات كبيرة فاللي نقولوه رأي حملة انتخابية ذات خصوصية لأنها تراعي خصوصية انتخابات محلية في عمادات سواء كانت في الدور الأول أو في الدور الثاني نفس الشيء الدور الثاني فيه خصوصية أكثر لأنه بالنسبة للناخب راهو مر بدور أول وصار نوع من التصفيات لأن العدد من المترشحين في الدور الأول يوصل حتى إلى 20 و 15 مترشح فتصير العملية الأولى مش يتم اختيار الأول والثاني من حيث عدد الأصوات مش يعاود ويرجع مرة أخرى للناخبين مش واحد منهم فقط هو وهذه العملية راهي قاعدة سايرة بشكل عادي يراعي الخصوصية متاع المجلس المحلية يعني ربما المسألة هي أبسط بالنسبة للناخب في عملية الاختيار على أساس عنده اختيار بين زوز أشخاص هي أبسط للناخب وحتى للمترشح بالنسبة للمترشح هو للأمانة ما يستحق شراهو لا موارد مالية كبيرة ولا يستحق وسائل أعلام يعني كبيرة تبث على مستوطني لأنه هو الهدف متاعه هو أنه يتواصل مع عدد من الناخبين موجودين في الحي متاعه وفي الحوم متاعه وفي الإمادة متاعه وفي القرية متاعه فينجم هو في الأجائف كل مدة متاع الحملة الانتخابية ينجم يتواصل معها بشكل مباشر الناخب أيضا وهام الإشارة التي تفضلت بها سياتك الناخب أسهل أنه يختار بين مترشحين يعرفهم لأن الخصوصية الانتخابات المحلية في شروط الترشح متجم تترشح للعمادة إلا ما تكون أنت مسجل في العمادة ومقيم في العمادة يعني يجب أن تكون تسكن هذا مهم ولنا راه يجب حتى يقدم ما يثبت أنه مقيم فمشاد إقامة يقدمها للهيئة بشكل تقبل الترشح متاعه فالناخب التونسي الذي يسكن في قرية أو في مدينة صغيرة ليس تلقاه يعرف المترشحين ما أعرف شخصية ذاتية لأنه أغلبهم من أولاد المنطقة أولاد الحي قراء معه زميله في الدراسة فيسهل الاختيار فالدورة الثانية ليس يسهل أكثر لأنه تعرفوا الاختيار مثلاً بين عشرة صعيب لكن بينزول زيولي أسهل بينزولي اشتغتار الأفضل وهذه هي فلسفة نظام الاقتراع على الأفراد اللي مشات في تونس يعني كل انتخابات نولت على الأفراد سواء كانت تشريعية أو محلية ولا بلدية طبعاً انتخابات رئاسية بتبعتها على الأفراد هل تتوقعون ارتفاعاً في نسبة المشاركة في هذا الدور الثاني بالمقارنة مع الدور الأول نأمل ذلك لأنه كما قلت الدور الثاني أولاً عدد الناقبين أقل مش الشعب التونسي الكل مش 8 ملايين و 200 ألف تقريباً نصف المواطنين التونسيين أو الناخبين هم المعنين بالتصويت في الدور الثاني تقريباً 4 ملايين و 200 ألف عدد المترشيين أيضاً أقل تقريباً 1500 فنتوقعوا أنه نسب تكون أفضل من الدور الأول خاصة أن احنا هيئنا الأرضية لأنه حتى توا يعني في تقييمنا للدور الأول والنسب الأقبال اللي كانت ضعيفة في الدور الأول لقينا أنه من بين الأسباب خاصة لنا في المدن الكبرى لأنه توا في القرية وفي المدينة الصغيرة فما إمكانية أنه الناخب يعرف مباشرة المترشح لكن ساعات تراه دائرة انتخابية أو عمادة في قلب المدن الحذرية في العاصم أو في السياقس أو في الساحل أو كذا ما يتوصلش الناخب بشعر في المترشح أحنا حطينا الجديد هو أنه حطينا هذه البلاتفورم هذه اسمها نجم أي مواطن تونسي وقعت في داره بتاليفون وبالحاسوب بتاعه يدخل يتعرف عليه من المترشحين يختار بشكل بسيط جداً يختار الولاية المعتمدية العمادة تخرج له الصور وتخرج له البيانات الانتخابية والسيارة الذاتية وينجم يعني يتعرف بسهولة على الناخبين وهذه إن شاء الله يعطي أكله في الدورة الثانية إن شاء الله سي فاروق لو تسمح نذكر السادة المشاهدين بصلاحيات ومهام مجلس الجهات والأقاليم وكيف سيتفاعل مع الغرفة التشريعية الأولى أي مجلس نواب الشعب بالفعل خليني نقول أحنا تونس في دستورة 2022 تبنينا نظام الغرفتين في الوظيفة التشريعية ونظام تعتمد العديد من الدول الديمقراطية وحتى أغلب الدول في العالم أصبح تتبنى هذا النظام يعني أنه الوظيفة التشريعية يقوم بها مجلسين مجلس أول ومجلس ثاني المجلس الأول اللي احنا بالنسبة لنا مركز ويشتغل اللي هو مسنوع بالشعب ومجلس الانتخاب مباشرة من الناخبين في الدور الانتخابية والمجلس الثاني هو المجلس الوطني جاته لقاليم والمجلس الثاني في كل التجارب الديمقراطية ينتخاب بصفة غير مباشرة وضايا اللي احنا قاعدين توا ركزوا فيه فشتغلق المجلس الثاني توا هو أولا خليني يقول هو مؤسس دستورية هو وظيفة تشريعية مش يمارس اختصاصات تشريعية مع الغرفة الأولى الاختصاصات هشنية هي اختصاصات خاصة التنمية والمالية والاقتصاد يعني باش نبسط لسادة المشاهدين والمستمعين المجلس الثاني مش ينظر في قانون الميزانية مع المجلس الأول مش ينظر في مخاططات التنمية الوطنية والاقليمية والجهوية ويصادق عليها مش أيضا يصادق على عقود الاستثمار وثروات التابعية هذا يزد من اختصاص المجلس الثاني ثم الأهم من ذلك أهم من المصادقات هو أنه عنده صلاحية متابعة التنفيذ لأنه ما يكفيش أنك تصادق على مخاططة أو قانون يلزمك المخاططة التنمية والقانون يتطبق على أرض الواقع والتطبيق من طرف الوظيفة التنفيذية من طرف الحكومة يلزم فيما جهة تراقب الجهة التي تراقب هي المجلس الوطني الجهة والاقليم اللي عنده صلاحية الرقابة على تنفيذ ميزانية الدولة وتنفيذ مخاططات التنمية وعنده أكثر من ذلك عنده حتى حق المسائلة للحكومة في خصوص كل ذلك يعني بالنسبة لي كيف المجلس الثاني يصادق على المخاططة التنمية والقانون المالية ينجم أتمامه يساعد على الحكومة أو للوزارة المانية يقول لي علش المشروع هذا ما مشاش؟ علش المخاططة التنمية هذا ما تعداش؟ علش القانون الميزاني هذا ما تنفنش؟ يسأل مساهلة كيفاش تكون؟ إبق عبر الأسئلة الكتابية والشفائية ينجم جلسات الحوار مع الحكومة وينجم يوصل حتى إلى لائحات اللوم في حالات القصوى لأنها باع الاشتراك مع الغرفة الأولى دونك تلاحظوا أهمية المؤسسة الثانية اللي هي مؤسسة تختص خليني يقول بشأن التنموي والاقتصادي والمالي تنظر فيه تصادق عليه والله أهم ذلك تراقب تنفيذه وأيضا تسأل حول رقابة كل هذا للوظيفة التنفيذية المجلس الثاني مش يكون في باردو يعني مقره هو مجلس مستشارين ولأننا نحن القوس رأي تونس عرفت نظام الغرفتين في تاريخها نحن نتذكره في 2002 تم تنقيح دستوري قبل الثورة وتركز عنا مجلس مستشارين اشتغل من 2005 إلى 2011 جاءت الثورة طبعا تم إنهاء مهام هذا المجلس المجلس المستشارين الأقديم هو غرفة ثانية دونك التجربة في حد ذاتها في تونس مش جديدة 100% عشناها لكن في فترة قصيرة ممكن المواطنة تونسي معناها ما تذكرش مليح أنه كان عنا مجلس مستشارين ولكن هي توم موجودة في كل الديمقراطيات وتنتخب بصفة غير مباشرة لأنه المجلس الثاني توم مش يكن متركب من 77 عضو ماذا كون من 77 عضو؟ ثلاثة على كل ولاية واحد على كل أقليم احنا عنا 24 ولاية كل مجلس جهوية مش ينتخب منه ثلاثة مش يمثل الولاية متاعه في المجلس الوطني وكل أقليم احنا عنا توم خمسة أقالية مصدر فيها نص كل أقليم ينتخب ممثل عنه في المجلس الوطني فمش يكون عنا 77 ممثلين وكما يدل على ذلك تسميه مجلس الوطني للجهات يمثل الجهات يعني مثل الولايات والأقليم يمثل أيضا العقليم بتركيز الغرفة التشريعية الثانية أي مجلس الجهات والأقليم هل يمكن أن نلمس النقلة نوعية في حياة المواطن التونسي بمعنى آخر؟ هل في تقديرك سي فاروق؟ سيغير ذلك في واقع الناس وفي مسارات عيشهم الاجتماعية والاقتصادية والتنموية؟ هو الاختصاص المجلس كما قلت هو اختصاص تنموي كي نقول له التنمية بمختلف مجالاتها التنمية الاقتصادية، التنمية الثقافية، الاقتصادية، التربوية، الصحية فمشاغل المواطن البسيط الموجود في عمادة من عمادات الجمهورية مشاغله الدنيا أنه يلوج على مثلا بنية تحتية تربوية، صحية، نقل، ثقافة هذا كيف لا يوصله للمسل الوطني؟ لأنه يجب أن يتبرمج في مخطط التنمية في قانون المالية يتم إيصاله عبر المجلس الدنيا التي لم تتحدث فيها بما المجلس الوطني ينقل مشاغل وطلبات المعتمدية إلى المجلس الجهوي الولايات، ثم المجلس إلى مجلس الأقليم ومجلس الأقليم إلى المجلس الوطني فالأكيد وليس ما هي المواطن الملي هو من الأولويات التنموية، غير الأسلطة المركزية لأن الأولويات التنموية تحددتها السلطة في العاصمة أ merde، بعد ذ開始، هذه صورة معكوسة العمادة تقترح أولوياتها وبرامجها على المعتبدية والمعتمدية تقوم بإيصال ذلك إلى المجالس الجهوية والأقليمية وصولا إلى المجالس الوطني فالمجالس الوطني إجابة عن سؤالك مشكون يعتني بكل متطلبات المعيشة اليومية في علاقة بالتنمية وراء كلمة التنمية التي سعادتها تظهر كلمة كبيرة وغير محددة التنمية أني نجد مقول ببساطة هو حاجة المواطن في الرقعة الصغيرة التي يعيش فيها فمع إمادات في تونس طلباتها تقتصر على إيجاد مثلا إعدادية لتعليم أبنائها مستوصف محلي، مكتب بريد، طريق معبد، تنوير، مسلك فلاحي فمع إمادات أخرى بتاتر عندها ضايا لكن تلوج على مركبات ثقافة ومركبات دور الشباب فلنا وحتى رأوا في منطقة التوازن بين الجهات لأنه زادة من الفلسفة كل هذا التمشي هو أنه وحدها التوازن بين الجهات أنه الجهة الصغيرة أو المهمشة أو اللي ما كانش عندها حضوط في التنمية رأوا عندها نفس الصوت لأنه التمثيلية في كل هذه المجالس تقوم على أنه كل جهة سواء كانت عمادة أو معتمدية ولا تمثل بنائب ما كان حجمها الجغرافي وما كان عدد سكانها وكيف نميزه يعني كيف نعطيه نفس الصوت للصغير مع الكبير يكونوا ميزنا الصغير وهذا في صلب التمييز الإيجابي بين الجهات وبين الأقاليم وبين حتى داخل الجهة بين المعتمدية وبين العمادات سؤال الأخير سي فاروق هل من معطيات أو توضيحات حول الاستحقاقات التي تنظر الهيئة خلال الفترة القادمة؟ نحن نشوف الهيئة الانتخابات تشتغل دائما في تال قانون نحن نقوله نحن بنسبة لنا كهيئة نحن عنها دستور في حكمنا دستور جوي لـ 2022 عنها قانون انتخابي أيضا يعود إلى 2014 ساري المفعول عنها قرارات الترتيبية بنسبة لنا برنامج الهيئة في الفترة القادمة هو الانتياء من تركيزية المجالس نحن إن شاء الله بعد الدور الثاني مش نمر مباشرة وبشكل سريع إلى تركيز المجالس الجهوية في 24 ولاية ثم تركيز خمسة مجالس أقاليم ثم المجلس الوطني جاتوا أقاليم نتوقع إن شاء الله بعد رمضان يعني في بداية شهر أفريل تكون هالمجالس هذه تركزت وقتها تكونوا أنهينا كل هذا المسار اللي انطلق من ديسمبر في انتخابات محلية دور أول دور ثاني بعد ذلك طبعا فم انتخابات رئاسية ذا يراه زادة خليني من خلالكم نكون واضح لأنه عن دستور يحدد الموعد ويحدد الشروط على خلاف ما يردد أنه ما نعرفوش الموعد وما نعرفوش الشروط أدعو ناس كل أن تراجع دستوري في 22 فم الفصل 89 منه يتحدث على الشروط الفصل التسينية يتحدد على الموعد فهيئة الانتخابات عندما ندخل إلى هذا الموعد مش يتم المساطقة على رزنامة انتخابية والانتلاق فيه لأنه حيانا نستمع العديد من الحديث حول هذا الموضوع اللي هي مجانبة للصواب حتى بالنسبة للشروط أو القانون الانتخابي موجود قانون الانتخابي القانون الانتخابي الذي يعود إلى سنة 2014 في شهر 100 2014 فما الباب الترشحات من الفصلين 40 وما يليه فما تحديد الموعد مضبوط بالفصول 101 و 102 و 103 وفما أيضا الدستور طبعا اللي هو في الشروط راهه جاب زوز شروط جديدة فقط وهي شروط شكلية في اعتقادي لا تقصي أحدا ولا تمس من حق المنافسة وحق التعددية في الترشحة التخابات الرئيسية اللي هما شرط السن 40 سنة وشرط منطقي ومعمول به في كل تقريبا الديمقراطيات وشرط الجنسية الجديد أنه الذي يرغب في الترشح للرئيسة الجمهورية يجب أن يكون تونسيا فقط يعني غير حامل لجنسية أخرى وأيضا يجب أن يكون مولود لأب وجد تونسيون دون انقطاع يعني مش فقط هو تونسي يجب أن يكون بوه وجده من جهة الأب ومن جهة الأم كلهم تونسيون دون انقطاع وهذه زادة مسألة يعني موضوعية ويبدو لي حتى شعب تونسي الكل كان يدعو إلى مثل هذه الشروط اللي تخلي المترشح لهذا المنصب يكون عنده تجذر في تونس تونس وجنسية موروثة أبنى عن جد ويكون عنده أيضا الأهلية بش يتقلد هذا المنصب في الجمهورية التونسية وربما تنتظركم أيضا الانتخابات الجزئية في علاقة بمجلس نواب الشعب بالفعل هو تعلمون جيدا أنه مثل نواب الشعب حسب تقسيم الدوائر المفروض يكون فيه 161 عضو الهيئة أعلنت على نتائج على 154 دائرة ثم سبع دوائر في الخارج تعذر إجراء الانتخابات فيها لأنه إما ما كانت فيها مترشحين أو أنه فيها مترشحين غير مستوفين الشروط لأن زد المسألة يحكمها القانون الانتخابي يعني عن الفصل 34 من قانون مايه 2014 بطالق الانتخابات الاستفتاءة هذا الفصل يتحدث على حالات الشغور ويتحدث أيضا على الإجراءات المتبعة في هذا الموضوع نحب نشيره أنه الفصل هذا تم تنقيحه بمقتدى المرسوم عدد ثمانية لسنة 2023 الذي أضاف حالة من حالات شغور جديدة والذي في تقديرنا هي حالة وضعت لهذا الموضوع يعني لتفادي الإشكال القانوني حول كيف يتم سد الشغور في سبع مقاعد لم يترشح فيها أحد في الخارج فجاء المرسوم عدد ثمانية أضاف حالة سماها المشرح حالة الفراغ فما فرق بين الفراغ والشغور لأنه الشغور هو حاجة كانت مجغولة ثم شغرت لسبب من الأسباب استقالة أو وفاة أو عجز دام أو حرمان من الحقوق المدينة والسياسية وحالة الفراغ هو فراغ يعني من لول المقعد لم يشغل لأن المثلة قانونية الشكلية أحنا كهية انتخابات على ذمة المؤسسة البرلمانية أنه يتم تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في سبع مقاعد بتبعتي الحالة بتبعها الإجراءات المصصة عليها في القانون هو يتم معاينة وأعلام فقط يعني مسألة شكلية الهيئة مستعدة كل الاستعداد أنها تقوم بها بمجرد يعني طلب ذلك بالصفة الرسمية عن طريق ما يسمى بالأعلام منصوص على الفصل الـ 34 أن نقوم بتنظيم الانتخابات في السبع المقاعد هذا المسألة يبدو ثانوية ومقدور أنه يتم الوصول إلى حل فيها سريعا إن شاء الله بالتنسيق طبعا مع مجلس نوه بالشعب هذا بعهدة مجلس نوه بالشعب أنتم جاهزون لهكذا الانتخابات لكن المبادرة تأتي من مجلس نوه بالشعب نحن جاهزون لهذه الانتخابات الجزئية في ظرف ثلاثة أشهر يجب أن تتم انطلاقا من تاريخ أعلامنا بذلك يعني انطلاقا من تاريخ طلب ذلك بصفة رسمية من هذه الانتخابات لأن هذه الانتخابات لا تجري انتخابات من تلقائي نفسها الهيئة تجري انتخابات إما بناء على رزنامة موجودة في دستور القانون وفما أمر لدعوة الناخبين أو في حالة سرد الشغور ومشكلة في مسلمة بالشعب في كل المجالس يعني أي حالة من حالات سرد الشغور في المجالس يجب أن تتلقى الهيئة طلب أن رسميا من المجلس المعني بالشغور يطلب فيها الهيئة بالقيام بإجراءات سرد الشغور ونحن على ذماتهم والهيئة روم شو المرة تعمل انتخابات سرد الشغور عملنا انتخابات سرد الشغور تشريعية كنت تذكروا في ديسمبر 2017 في دائرة ألمانيا كانت شغرت منها والانتخابات سرد الشغور أيضا البلدية عملناها برشة مرات باتباع نفس الإجراءات متاع المعاينة والأعلام والتنظيم الانتخابات في ظهر تنتظركم أيضا الانتخابات البلدية الانتخابات البلدية نصها جاهز يعني من الناحية القانونية اصدر المرسوم عدد ثمانية الذي نقح القانون الانتخابي في الأبواب المتعلقة بالانتخابات البلدية تبقى الموعد لم يحدد بعض الانتخابات البلدية الجديد فيها أصبحت على الأفراد مش على القائمات كما كان قبل الجديد أيضا هو أنه منصب رئيس البلدية والمساعدة الأول أصبح بالانتخاب يعني مش المجلس البلدي هو من ينتخب رئيسه أصبح بنظام الاقتراع الجديد في المرسوم عدد ثمانية المترشح المهرز على أكبر عدد من الأصوات في الدائرة البلدية هو رئيس البلدي والثاني هو المساعدة الأول وهكذا دوليك حتى في توزيع الليجان لأنه تعرفوا أنه حتى في التجربة مجال جماعة المحلية كانت فما نوع من التنازع حول من يكون رئيس البلدية والمساعدة الأول وحتى ساعات فما عدم استقرار لحدناه في صحبة ثقة من رئيس البلدية واستقالات إلى غير ذلك جاء المرسوم قال البسالي هذه تحدد بالصندوق يعني فما عدد من المقاعد مش يتم انتخابها والأول من حيث عدد الأصوات ومش يتم رئيس البلدية لكن هذا كل رغمزية سابق لأيوانه لأنه إن شاء الله يتم الحديث عنه باستفادة عندما يتم تحديد هذا الموعد بصفة رسمية ولكن حالياً ما زال ما فيمش تحديد قانوني دقيق لهذا الموعد شكراً جزيلاً لكاسي فاروق بوعسكر على هذه التوضيحات القيمة وعلى الحضور معنا في هذه الحصة الخاصة بالدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية ويبقى الأستوديو التلفزي لوكالة تونس أفريقيا الأنباء مفتوحاً أمام الهيئة وكافة أعضائها بخصوص كل جديد شكراً لكم ومشاء الله بالتوفيق لكم وتجربتكم جديدة وسعادة بتواجدنا فيما قرروا أكار تونس أفريقيا الأنباء شكراً جزيلاً شكراً لكم جميعاً أيها السيدات والسادة على حصن المتابعة وإلى اللقاء